موسيقى كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن الدبابة كرار قائلة إنها أول دبابة إيرانية متطورة محلية الصنع بالكامل مضيفة أنه تم تتشين خط لإنتاج هذه الدبابة واجرت جميع مراحل تصميمها وتصنيعها في مجمع بني هاشم لصناعة المدرعات التابع لمؤسسة الصناعات الدفاعية في الوزارة وقال وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان في كلمة بمراسم إزاحة الستار عن الدبابة إن تحديث المدرعات يعد واحدا من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الدفاع في مجال الحرب البرية ويقول المصنعون إن هذه الدبابة تمتاز بالخفة والسرعة والمقاومة في ساحة المعارك وكثافة النيران ودقتها كما أنها تستطيع ضرب الأهداف المعادية سواء كانت متحركة أو ثابتة ليلا أو نهارا وتحتوي على منظومة إلكترو بصرية للسيطرة النارية ومنظومة ليزرية لقياس المسافات وتحتوي على حاسوب حديث ويمكنها توجيهه القبائف صوب الأهداف المعادية بدقة بالغة وأضاف دهقان إن تحديث سلاح المدرعات يعد استراتيجية أساسية لوزارة الدفاع وإن هذه الدبابة تمتلك قابليات وقدرات كبيرة وتستطيع أداء دور مهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية ووصف الوزير الإيراني دباب تكرر بأنها رمز للذكاء الرفيع والإبداعية التي تتسم بها الكوادر الصناعية في وزارة الدفاع ومن العلامات البارزة للاقتصاد المقاوم لافتا أنه بالنظر إلى الميزات الخاصة لهذه الدبابة فإنها تعد من مجموعة الدبابات المتطورة والقادرة على سد حاجات القوات المسلحة في هذا المجال بالصورة المطلوبة ويذكر الخبراء العسكريون الإيرانيون أن هذه الدبابة مشابهة لدبابة ذو الفقار التي تستخدم الآن في الجيش الإيراني بينما لاحظ المتخصصون بالأسلحة المدرعة بأن هذه الدبابة هي عبارة عن نسخة مطابقة للدبابة تي 72 الروسية الصنع مع بعض التغييرات الشكلية المضافة على النسخة كرار مثل وضع إطار معدني على شكل مربع حول سبطانة المدفع الأساسي للدبابة ومن المعروف أن تي 72 هي دبابة قتال رئيسية سوفيتية الصنع استمد تصميمها من دبابة القتال السوفيتية تي 62 والتي دخلت الخدمة في أوائل السبعينيات من القرن الماضي وكان قد اختير في تصميم تي 72 أن تصنع بأعداد كبيرة بحيث تكون مكملة للدبابة تي 64 وليس بديلا أو تطويرا لها ويتضح الأمر حيث أن تي 64 كانت تنشر للوحدات السوفيتية الأمامية فقط أما تي 72 فكانت تنتشر في كافة أنحاء الاتحاد السوفيتي وتتميز هذه الدبابة بأن المنطقة الأكثر تدريعا في الدبابة يقع في مقدمة برجها بعكس الجوانب ومؤخرة البرج حيث أنه من المتوقع أن تستهدف المقدمة أكثر من الجوانب أو مؤخرة البرج وهذا بالنسبة لمعظم الدبابات في العالم وتتسلح الدبابة بمدفع رئيسي أملاس الصبطانة من عيار 125 مم ورشاش موازن للمدفع من عيار 7.62 مم ورشاش مضاد للطائرات من عيار 12.7 مم وبندقية آلية من عيار 7.62 مم من طراز كلاشينكوف ويلاحظ الخبراء أن دبابة كرار الإيرانية تتطابق بجميع مكوناتها الفنية والميكانيكية مع دبابة تي 72 حتى أن المشاهد التي بثتها الوكالات الإيرانية تري أن نظام التلقيم الآلي في دبابة كرار هو نفسه تماما الموجود في الدبابة الروسية تي 72 يذكر أن الدبابات تي 72 بكل صنوفها لا تزال في حوزة الجيش الروسي وجيوش 70 بلدا في العالم وقد صنع منها في الفترة ما بين عامي 1973 وعام 2005 نحو 30 ألف دبابة ومن بين هذه الدول هي إيران التي يرجح الخبراء أن الدبابة كرار هي عبارة عن نسخة معدلة فقط من الدبابة 72 وتعتمد تي 72 على طاقم من ثلاثة جنود فقط ويعتبرها الخبراء ذات أداء متواضع جدا وأن تدريعها خفيف مقارنة بالدبابات الغربية من نفس الصنف حسب تجربة حرب الخليج الأولى والثانية ترجمة نانسي قنقر